شركة مارفيلة هوست الداعم الرسمي لقناة ألغوريتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دورة تعلم دارت سنتكلم عن موضوع الكلمات المحجوزة في لغة دارت أو ما يعرف بالكيوورد إذا ننتقل للموقع الرسمي لدارت هنا في جزء الكيوورد أو الكلمات المحجوزة سنلاحظ جميع الكلمات المحجوزة في لغة دارت لكن هناك بعض التبضيحات نلاحظ هناك بعض الكلمات المحجوزة التي فوقها عدد معين نلاحظ هنا فوقها العدد اثنان هنا بعض الكلمات لا يوجد فوقها أي عدد هنا لدينا فوقها العدد واحد وهنا فوقها العدد ثلاثة إذن لهم بعض المعين نبدأ بالعداد أو عفوا بالكيوورد أو الكلمات المحجوزة التي تنتهي أو عفوا التي فوقها الرقم واحد إذن هذه هنا هي طبعا كلمة محجوزة لكن نستطيع أن نقوم باستخدامها في أي مكان يعني رغم أنها كلمة محجوزة لكن نستطيع أن نقوم باستخدامها فقط في بعض الأماكن لا نستطيع أن نقوم باستخدامها على سبيل المثال لدينا هذه هنا الكلمة المحجوزة show نقوم بالضغط عليها إذن show هي فقط تستخدم أو تعتبر ككلمة محجوزة فقط عند عملية الimport هنا بهذا الشكل إذن لو انتقلنا الآن إلى البرنامج الخاص بهناو وهنا في المين فانكشن قمت به تعريف متغير سأسميه show ولنعطيه الvalue algorithm ونعمل print للشو ونعمله نارا إذن كما نلاحظ هنا سمى الطبيعة إذن هنا الشو لم تعتبر كلمة محجوزة لكن لو كنا نقوم بعمل import بهذا الشكل فستصبح كلمة محجوزة ولا يمكن أن نقوم باستخدامها إذن هي فقط نقوم باستخدامها في عملية import إذن الأعداد هنا التي تنتهي التي فوقها عدد واحد يمكن أن نقوم باستخدامها في أي مكان ما عدد بعض الأمكين كل كلمة ولها المكان الذي لا نستطيع أن نقوم باستخدامها فيه لأنها سوف تصبح ككلمة محجوزة الآن الكلمات المحجوزة التي فوقها العدد إثنان هنا نقرأ هنا إذن هاته الكيورتز نستطيع أن نقوم باستخدامها غالبا في جميع الأمكين فقط في بعض الأماكن المحددة وتحديدا هاته الأماكن لأتي على سبيل المثال ونختار أي وحدة إذن لنقل على سبيل المثال لدينا الستاتيك الآن هنا لو نقوم بالرجوع إلى المحرر نقوم هنا أيضا بتعريف متغير ونسميه ستاتيك بهذا الشكل ونعطيه مثلا هاته الفاليو هنا نعمل برينت بستاتيك ونعمل ران إذن نلاحظ هنا يسمي أيضا طباعة لهاته الفاليو هنا إذن هذه الكلمة هنا لم يتم استخدامها كkeywords الآن لو أردت أن أقوم بإنشاء كلاس مثلا وأسميه ستاتيك بهذا الشكل هنا سنلاحظ المحرر سوف يقوم بطباعة له هنا أو يخبروننا أنه لدينا إيرون هنا The built-in identifier static can't be used as a type name إذن الآن هنا الستاتيك كما قلنا لنستطيع أن نستخدمها كtype name وهذا ما هو مذكور هنا في documentation إذن can't be used as class or type names إذن في هذه الأماكن هنا لا يمكننا أن نقوم باستخدام هذه الكيوورد هنا كمتغيرات أو كإسم أو كأي شيء أخر أيضا لدينا الكلمات المحجوزة والتي تنتهي أو عفوا التي فوقها العدد ثلاثة هنا هذه هي كيوورد جديدة خاصة بعمليات التزامنية الأسينكرونوس إذن لدينا هذا المثال هنا نرجع إلى المحرر أو قبل ذلك من بين هذه الكلمات المحجوزة لدينا لدينا مثلا الأويت هنا نقوم باستخدام الأويت ونرى هل نستطيع أن نقوم باستخدامها كفاريبل أم لا نعمل هنا برينت لأويت ونعمل ران لالكود إذن هنا أيضا يتم طباعة لتست إذن استطعت أن نقوم باستخدامها بشكل عادي لكن الآن ماذا لو لدينا فانكشن تحتوي هنا على كلمة السينك لو رجعنا هنا إلى الدوكمنتيشن هنا سيقول لنا أننا لن نستطيع استخدام هذه الكيوورد في حال كانت لدينا فانكشن معمولة أو لديها أيضا هذه الكلمات المحجوزة هنا أسينك أو أسينك أو سينك هذه إذن نلاحظ هنا لدينا كلمة أسينك إذن هنا سنلاحظ إذا أردنا نقوم بتعريف متغير باسم أويت هنا سيكون لدينا إيرون إذن the keywords await and yield can't be used as identifiers in a synchronous or generator إذن الآن هنا لم نستطيع أن نستخدم هذه الكلمة المشتاحية أما باقي الكلمات المشتاحية هنا والتي لا تحتوي على أي رقم فوقها فهذه كلمات محجوزة في اللغة لا يمكن أن نقوم باستخدامها أبدا في أي مكان يعني لدينا على سبيل المثال هنا كلمة new لو أردت أن نقوم باستخدامها في أي مكان هنا سيقوم لدينا إيرون إذن سنلاحظ هنا لدينا new هنا هي عبارة عن keyword لا يمكن أن نقوم باستخدامها إذن كان هذا موضوع الكيوورتز أو الكلمات المحجوزة في dart إلى هنا لكم قد وصلنا إلى نهاية هذا الشرح نلتقي في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته